بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العاشر المرسلين الفيديو النهاردة من افضل الفيديوهات اللي هي من اساس تربيتي الفراغ هعرفك الفرق بين الكاتكوت الكاب الروس الاربو الاربو الهابر الافيا الستة عنواء الدول من كتاكيد يا دكتر محمد اشتري انو كاتكوت وحضرتك ترشح اشتري اربو كاب روس اي نوع من دول ترشحولي عزيزي المشاهد في سر مهم جدا في الموضوع ده هعرفولك ان شاء الله بس اتمنى من كل قلبي انك تسمع الفيديو للنهاية علشان تطلع بمعلومة تفيدك في الشغل ان شاء الله وبفداية الموضوع اتمنى من كل حبيب قلبي ان احنا كلنا كده نصلى على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والتام والتسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويريد تنزف تحت الفيديو تصلى على سيد النبي ده افضل تشجيع لي وعرفك بنفسي انا محمد رضا طبيب بيطاري غرض الارتقاء بتربيتي الدواجن وعلم كل الناس تربيتي الدواجن الصح ايه من الالف لليات عزيز المشاهد انت محتور تختار انا ونوع كدكوت واحدة واحدة كده هنقول مميزات وعيوب كل نوع وفي الاخر هقولك افضل حاجة تعملها كزا وتشتري بوناء على كام عامل كده لازم تحطوهم في دماغك وانت بتشتري على حسب الامكانات المضفرة بالنسبة استنى بس ان ان شاء الله الفيديو ده على قد ما قدر حاول يفيد كل الناس ونقدر نطلع بمعلومك ده كلنا ان شاء الله اول حاجة نبدأ بالكاتكوت القب الكاتكوت القب ده ممتاز 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 وحلو جدا تربيته في الشتاء بالاخص ليه بقى لان الكاتكوت القب مش بيتحمل الصيف الحرارة عالية ودرجات الحرارة العالية مش بيتحملها فبالتالي تربيته في الشتاء ببقى افضل كتير من الصيف ده رقم واحد رقم اتنين الكاتكوت القب بيرمي صدر كويس فلما تجي تبيع الفراخ والتجر يجي مسترمنا عندك لو انت عندك مزرعة كبيرة يبص كده يلاقي صدر الفرخة ما شاء الله حاجة حلوة قوي حاجة محترمة فالصدر الفرخي ده جماعة بيفري طبعا معاك كتير جدا في البيع فبيرمي معاك اللحمة اكتر في الصدر ومكوم معاك لالامراض الحاجة التانية حلوة جدا في الشتاء الحاجة الرابعة استجابت له الادوية يعني كتكون مسلا جاله دول برد عنده شوية سلاة تدوله دواء حساس للدواء بيستجيب على طول معاك في اي دواء شغال لكن عيب الوحيد انه في الصيف مش بتحمل حر ودرجات الحرارة عالية فده العيب الوحيد بتقعب نيجي بقى لتريك هتكوت معايا وهو كتكوت الرص مميزته ايه وعيوبه ايه الرص ده حلوته بقى انه بتكيف على اي مناخ صيف شتاء شغال درجات حرارة قلت منها غصبة عنك زلت منها غصبة عنك شغال ممتاز جدا في التكيف مع المناخ فده طبعا ميزة كويسة جدا بس هو عكس كتكوت قبله اللحم بتاعه اكتر الوزن عنده بيبقى في الوراق يعني بيدي لحم اكتر في الوراق الحاجة التالتة كمان والاخيرة معاه بقى وهو انه ضعيف في استجابة الادوية قدي علاجات تستجيب بالعافية معاه والموضوع ده بالذات عن تجربة انا شخصية تجاب دورة كتكوت رص وتعبى منه غصبة عني طبعا اجيب اي ادوية عملها استعمل في ادوية استجابة ضعيفة غير كتكوت الروس بصراحة اول ما بنازل الدواء التاني يوم بتلاقي في نتيجة يعني دواءك فعلا في نتيجة على ارض الواقع سريعة فده فرق كبير جدا طبعا ميزة الوحيدة كتكوت الروس انه بيتكيف على المناخ الاحراء عندك لو قلت لو زالت يشتغل معاك مش هقولك لا نجي بقى للتالت نوع معاه النهاردة وهو كتكوت الاربو الكتكوت الاربو ده بقى انا بسميه الميز احسن حاجة بفضل ان انا اشتغل بيها هو كتكوت الاربولي بقى بيدي معايا وزن عالف السدرو في الورك يعني بيعمل شاسية متكامل شكل الفرخة في العنبر او لما تكي تبعها او شكلها قدام منك بتلاقي الفرخة مرسومة كده زي ما انت شايف الشاسية بتاعها متكامل فده بيدي معاك اوزان اعلى فوق يتنظر انا يعني حاجة التالتة كمان انه عايز قولك حاجة استجابة الادوية سريعة جدا يتكيف معاك في المناخ شغال عيبه الوحيد ومشكلة الوحيدة السموم اللي في العلف بتأصل عليه شوية فما فيش اي مشكلة ده بالنسبة لي مش عيب ليه ممكن ما استعمل مضاد السموم كل اربعة ايام ولموضوع اتحل بالنسبة لي عايز اقولك ان هو بيجمع بين الكب والرص ان هو بيدي معاك لحمة في السدرو الورك بيستجيب معاك للأدوية عايز اقولك بتكيف معاك في المناخ لو اتحرارة عالية نزلت فالكتكوت الاربو انا بسميه المايسترو وبفضل انك تشتغل به وبنصحك انك تشتري كتكوت نوعه واربو نجي الرابع نوع معايا النهاردة وهو الكتكوت الافيان الافيان بقى ناس كتيرة جدا تقولك الكتكوت الافيان عايز اقولك حاجة الكتكوت الافيان خلاصة الكلام فيه نمو الريش عنده قليل فناس كتيرة جدا بتجيبه في الصيف علشان نمو الريش قليل فبالتالي دراجات الحرارة عالية بيستحملها لكن ده عيب في الشتاء لان في الشتاء هيكلفك تدفية عالية وانت العكس واصلة معاك كده هيبقى مسلا عمر عشرين يوم والريش بتاعي تحسه اغرع كده كتكوت اغرع وفو الشعر ده طبعا يعوز منك انك تدف اكتر واكتر في الشتاء فهيبقى مكلف لكن الافيان كويس في الشتاء لان مش بيشيل معاك ايه مش بيعمل معاك ريش كتير الحاجة والنقطة المهمة انك تكوت الافيان يعني كموجود في السوق اغلب كتير الموجودة في السوق تعبانة بالافيان الا بقى لو الشركات محترمة فانت لو انت عاوز شركة كوت الافيان شركة كوت من شركة موصول فيها شركة معروفة شركة محترمة لكن ما تجيبش كتكوت اهالي والكصة الحمضانة ده يا جماعة يجي بقى الخامس نوع معاك وهو كتكوت الاي ار كتكوت الاي ار ده يا جماعة زولك محترم وعشرة عشرة وزي الفل بس بتميز بص 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 كل كتكوت بتميز في حاجة كتكوت اي ار ده بتميز ان من عمر يوم لحد عشرين يوم بيرمي معاك اعلى انتاجية يعني بيرمي معاك لحم بدري بيوفر معاك الدورة بدري ولكن عاز اقول لك حاجة مشكلة يا جماعة وده عن تجربة بقى شخصية لما بتضرب فيه او بيجي فيه امراض ببوحش اوي ورخم اوي وانك عشان تشترك كتكوت اي ار لازم برضو زي ما قلت لك تجيب من شركة مضمونة وشركة موصول فيها انه مش شائع جدا اللي عند الشركات المحترمة ان هو كتكوت محترم فعلا سادس نوع واخر نوع معايا وهو الكتكوت عايز الى هبر وده طبعا ما عادش موجود دلوقتي الى هبر ده اعز اقولك ممتاز جدا بيرمي معاك لحمة في السيدرولورك بس ما عادش موجود زي زمان اعاوز اقولك الحقيقة كمان اه نمو الريش بتاعه قليل فيا يعني ببابا ورده كتكوت اغرع زيه زي الافيان كده فبالتالي بيستحمل معاك الحر لكن في الشيطة مش كويس ستة انواع اشتري اي نوع في الستة واحسن نوع ايه نصيح من اخوك لو انت في الشتة اشتري اربو او كب طب انت في الصيف اشتري اربو او رسو عاز اقولك حاجة الكتكوت يا جماعة كب ممتاز جدا في الشتة بس اهم حاجة تزبط له ضغطة الحرارة على قد ما تقدر تحاول تدفيه كويس هيجي معاك انتاج ممتاز جدا حلوات بقى كتكوت الاربو انه شغل معاها في اي وقت في السنة وبيدي معاها فرخة متكاملة شاسي محترم وقفت الفرخة محترمة بحبه بقى كويس بيرمي معايا اوزان ممتازة فالكتكوت الاربو رقم واحد تحت منه فوجة نظر كتكوت الكب ثم كتكوت الروس ده افضل ثلاث انواع تشتغل بيه ولكن نقطة خطيرة ومهمة لازم تشتغل عليها يا دكتور انا روحت الراجل وجبك كتكوت الكب وطلعت مش كويس الاهم بقى من النوع اللي هو كب او اربو او رس انت اشتري حجم الثلاثة طب اشتري عنه واحد بالزبط يا دكتور على حسب المتوفر بالنسبة لك الافضلية ايه بمعنى ايه في ناس مسلا منطقتهم مسلا في مسلا المرسة متروح فهنقول مسلا مش موجود اللي عنده قال لك كتكوت اربو وده انضف حاجة هناك فيك كتكترس بس شركات تعبانة انت برضو لما تدور فهدور عليك تكون شركة محترمة يعني انت عاوز كب بس ممكن تجيب اربو بس الشركة اضمن من شركة الكب معان اتقبع احسن بس لأ هات اربو لانه شركة محترمة لان دهпри معاك في النهاية مش السلالة ايه اللي هيفпри معاك في النهاية ان كتكوت منعته عاملة ايه كتكوت فارزة اول ولا لأ كتكوت شركة محترمة وبيتحصل ومناعته لامية اللي وخدم الام عالية وكويسة ولا لأ لان ده هيفر معاك في انتاجات الدورة فقبل ما تسأل على النوع اسأل الشركات المحترمة ايه واشتغل عليها وهات كتكوت من حد جنبك حد الناس بتشكر فيه حد اهل للثقة هتروح تقول له السلام عليكم يا دكتور او لو هو كان راجل على اللاف بيها كتاكيد نعاوز كتكون محترمة عاوز شركة محترمة هو عارف الشركات اللي بيشتغل بها ايه انا مش هقول لك شركات بعينها لان كل ناس او كل منطقة ببقى فيها شركات معينة فانت اسأل الراجل ايه افضل الشركات عندك هيقول لك والله انا عند شركة كزا كتكونها ممدازة قول له نوع ايه قال لك واحد من التلاتة اللي هم اربو قب رص اشتغل لو ما فيش اي مشكلة فهمتك كده الفكرة ازاي? اتمنى كل حاجة لابدو فيه واتمنى يكون يدير تفيدك بمعنى ومفيدة النهاردة عشان سوارة من وقتك عمل لك عارض المتابعة بتابع فيه دورة الفراخ بتاعتك من عمر يوم لحد البيع وده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا بتكلم تكون مع الواطس كل يوم في التليفون انت بتكلمني بقول لك اللي من الجيل نعمل كزا اللي من المتابعة بعت لرسيلة عراكم الواطس رزورة دمك على الشاشة وقال لها دكتور محمد العز الشريك معاك في عرض المتابعة عند مية عند متين عند الف خمسة الاف اي ان كان العدل اللي عندك لسواء انت جوة مصر او برا مصر والمقابل المادي بسيط جدا يعني عزامي شهدين او عندك مزرعة في نطاق محافظة الاسماعيلية ومحتاج اشراف فيتر لمزرعتك برضو كلمنا عراكم الواطس اتمنى ان انا كوني ديرت النهاردة فيتك بمعلومة جديدة ويعني وكني وضحت لك فكرة السلالة والنوع ايه حبيبي بقلبي استودعكم الله واتمنى من كل الناس تنزل في الكومنتات تصلى على سيدنا النبي وتعمل لايك جميل للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته